السؤال اللي بعد كده بيقول أنا دلوقت أبويا رافض عروصة أنا بحبها وبقالي سنين معاه وأنا كنت كلمت أبويا عليها من فترة صغيرة وقال لي تمام ماشي اسأل على أهله وبعد كده ناخد خطوة المهم سألت على أهله وطلع إنهم ناس طيبين وفي حالهم محدش قال في حقهم كلمة وحشة من المنطق عندهم مع العلم إن والدها متوفي فكلمت أبويا رافض تماما بعد ما كان موافق مش عارف أعمل إيه معاه مش عارف أعمل معاه إيه فسألها بسيطة خالص استمر استمر لغاية ما يرضى أنا لا أحب أن تتزوج وأهلك غير راضين لأن أنت لو تتوقفت أهلك غير راضين إلا يحصل البيت سيشتعل نارا طب والحل هو إيه بقى؟ وممكن يكسروا في زوجتك ويقولوا عنها كلامي وجعها ويدايقها وتحس بأنها مرفوضة وتفتح باب للشر والعاذ بالله طب تعمل إيه؟ استمر في استرداء والدك استمر في الكلام الحسن عن خطبتك استمر في الكلام الحسن عن أهله جيب ناس هو بيقتنع برأيهم وخليهم يكلمون ليه طيب؟ هو أنت لو تجوزت يبقى أنت كده عقل والدك؟ لا بس في نفس الوقت المسألة نحن لا نحب أن تقبل على الزواج وأهلك لا يقبلون هذا ليه؟ ليه؟ عشان ما تقزهمش وما توجعهمش فيحصل فساد في العلاقة بينك وبينهم فيترطب عليها أشياء غير محمودة العقبة فيبقى للحصل إيه؟ استمر في إقناع والدك استمر في إقناع إيه؟ والدك واسمع منه هو رفضها ليه؟ اسمع منه بدقة وما تعتبروش رفضها بس عشان هو عنده هوا هو عنده أشياء مخاوف هو خايف لأنه هو بيشوف أن الجواز علاقة ما بين أسرتين فحاول تطمنه ده لأن أنت لو طمنته بده هو هيحس بسعادة وبهنى وهيحس إيه؟ بإن هو فعلا حصل حسن الاختيار هو خايف عليك من سوء الاختيار فحاول تطمنه عشان يحصل له الإحساس بإنه حصل حسن الاختيار لو عملت كده أنت في الحقيقة هتكون شخص بتفتح أبواب السعادة على حياتك وما بتوصلش حياتك إلى منطقة توصلك إلى الشقاق بينك وبين والدك لأن ده هيتلطب عليه كثير من المشكلات إذا أنت معملتش ده يبقى إيه اللي حاصل؟ بهدوء أنا شايف أن تتأخر ليرضى والدك أفضل مليون مرة من أن تتسرع في الزواج ويحصل ما لا يحمد عقباه أنا شايف أن الكلام ده هيكون أسلم لك وأحسن سؤال بيقول هل لقبول التوبة علامات وهل كشف الستر عن الظنوب أمام الناس ابتلاء أم عقاب وغضب من الله سبحانه وتعالى الجزء الأولي من السؤال بيقول هل لقبول التوبة علامات طبعا؟ قبول التوبة علامات منها علامة أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يبسط النور في قلبك تحس بأنه نور في قلبك ومن قبول التوبة أن ربنا سبحانه وتعالى يوسلك العمل الصالح بعد التوبة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العمل أدومه وإنقل ومن التوبة النصوح أن أنت تجد عون من الله سبحانه وتعالى ومدد في نفسك على العمل الصالح فيبقى العمل الصالح خفيف عليك عمل الصلاح يحبب لك العمل ويحبب لك الطاعة كل دي من علامات قبول التوبة من علامات قبول التوبة كمان إن ربنا يصل لك إن تتغير نظرتك للحياة أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن علامات كمان قبول التوبة إن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك فتر الحياة بنور الله سبحانه وتعالى من علامات قبول التوبة كمان إن ربنا يصل لك الذكر فتكسم من ذكر الله سبحانه وتعالى من علامات قبول التوبة أن أنت كمان تستعظم المعصية وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل التوبة تكون محببة الطاعة تكون محببة لقلبك كل دي من علامات ماذا كل دي من علامات قبول التوبة أما مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى يكشف ستر حد ما ممكن يكون بيقدبه سبحانه وتعالى مش لازم يكون دوة ابتلاء لكن ممكن يكون دوة تهذيب وهو ممكن يكون ابتلاء أو ممكن يكون ابتلاء ممكن يكون عقاب ممكن يكون عقاب بس في كل حالة الله يربينا يعني يهذبنا يبقى لو حصل أن ربنا كشف ستر ذنب دي مش نهاية العالم دي بداية علاقة مع الله سبحانه وتعالى فيها أن الله سبحانه وتعالى ماذا يجذبك إليه فمعنى أن حصل كشف الستر عن ذنب مش معناه أن ربنا سبحانه وتعالى طرد العبل أو ربنا سبحانه وتعالى أغلق على قلبه لا يقبل على الله والله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقبل التوب فأقبل على الله ولا تعبأ به ما حدث من كشف للذنب لأن الله سبحانه وتعالى ما زال يسترك ويسترك في كل حاله فأقبل على الله ولا تبتعد ولا تعتبر هذا لوع من أنواع ترضي الله لك يا رب اجعلنا على الدوام من أهل المحبة ومن أهل الذكر ومن أهل الفضل واجعلنا يا رب نوفق إلى ذكرك في كل حال في السراء وفي الدراء اجعلنا يا ربنا سلوتنا في الحياة الذكر ونور قلوبنا الذكر واجعلنا دائما نلهج بذكرك واملأ قلوبنا بالصلاة على حضرة النبي التي هي أفضل الذكر اللهم اجعلنا من الذاكرين دوما لنكون في الصالحين ونكون من المقبولين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعلنا دوما من الذاكرين لنكون في حضرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أحب من نظر إلينا وأحب من نقبل عليه ونذكره في كل وقت وحين